اجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المعظم حافظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا هذا اليوم مع اخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني امير دولة قطر الشقيقة وتطرق الجانبان خلال الاتصال الى العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتقويتها في مختلف المجالات وما يجمع بين البلدين من ترابط واخوة مؤكدين العزم على المضي قدما في تطوير اوجه التعاون الثنائي القائم بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين واشر جلالته خلال الاتصال الى زيارة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة ولقاء جلالته مع معاليه بالاضافة الى المحادثات المثمرة التي جرت بين صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومعاليه مما يدفع بمزيد من العمل المشترك بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وفتح افاق الترابط والتعاون بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين